حجم التمويل السنوي لتقدم الحكومة لقروض الإسكان وأيضا العقاري هل يتناسب مع حجم أزمة السكن في العراق؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم سيد خمائل ومساء مشاهدين قناتكم الموقرة وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة لغرض بيان وتقديم الشروحات الوافية فيما يخص عملية إقراض المواطنين من قبل صندوق الإسكان اللي يعد واحد من أهم تشكيلات وزارة العمار للإسكان بالحقيقة صندوق الإسكان العراقي الذي هو أحد تشكيلاتنا اللي يتأسس بموجب قانونة عام رقم 32 لسنة 2011 هذه المؤسسة هي مؤسسة إقراضية تتم من خلالها إقراض المواطنين وتقديم القروض السكنية لغرض البناء أو أضافة البناء اليوم القرض اللي تقدم دائرة الإسكان هو عبارة عن 60 مليون دينار عراقي كحد أقصى ومع فيه من الفوائد فقط تحميلات إدارية يتم استقطاعها 2% في المقدمة وثم يعطى القرض على شكل دفعتين أو ثلاثة دفعات حسب المرحلة البنائية اللي واصلها المقترب عودة لسؤال جنابكي حول فيما يخص هل أن القروض اللي تقدمها والموازنات الاتحادية توازي حجم المشكلة أزمة السكن في العراق هي أزمة كبيرة الجميع يعلم بأن العراق بحاجة أكثر من ثلاثة مليون وحدة سكنية وبالتالي هذا يضع تحدي كبير أمام الحكومة الحالية وأمام الحكومات أيضا التي ستعقب هذه الحكومة هذه الأزمة بالحقيقة هي أزمة متراكبة ومعقدة وتمتد لعقود من السنوات الماضية وبالتالي تراكمت بشكل كبير وبشكل طردي يوازي عملية النمو السكاني في البلد اليوم إحنا أذا ما تكلمنا وقلنا إلى أن يعدنا أزمة سكنية تقدر أكثر من ثلاثة مليون وحدة سكنية إضافة إلى معدل النمو السكاني الذي تم إقراره عندما تم إقرار خطة التنمية الوطنية 24-22 اللي أقارت إلى أن معدل النمو السكاني في العراق هو 2.4% وبالتالي هذا رح يضيف لي بحدود المليون إلى أكثر من مليون ربما إلى مليون ومئتين وخمسين ألف نسمة سنويا هذا الرقم الكبير أيضا بحد ذاته إذا ما جئنا وقسمناه على معدل حجم الأسرة أيضا سيضيف لي عبئ بصراحة يقدر بحدود أم أيضا بحدود من أكثر من مئة ألف وحدة سكنية إلى العجز الحالي إذن أنا اليوم عدي عجز سكني يقدر أكثر من ثلاثة مليون وحدة سكنية وبمرور الزمن هذا العجز قابل إلى الزيادة وليس النقصان نتيجة النمو السكاني الكبير اللي يشهد بالحقيقة أو نقدر نخليه بين هلالي الانفجار السكاني بالحقيقة اللي بالعراق اللي يحدث اليوم وإحنا جميعنا سمعنا تكون عندي مليون نسمة زيادة سنويا كتقديرات بحدود المليون ومئتين وخمسين ألف بهالرقم هذا بلس ماينس يعني وأشارت إلى التقديرات الأولية لنتج عنها التعداد العام للسكان والمساكن من وزارة التخطيط ومثل ما افتهمنا كبيانات أو تسريبات أولية من وزارة التخطيط إلى أن نسمة العراق حاليا هو أكثر من 45 مليون من نسمة وبالتالي بالحقيقة هذا يضيف عبئ كبير وتحدي أيضا في نفس الوقت على الحكومة في إيجاد حلول استراتيجية وتنفيذية على أرض الواقع